اشتركوا في القناة 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 والبطولة المرادية على ارضهم فيطمحوا انهم يأخذوا البطولة من على ارضهم لان بقى لنا مدة لم ترى البطولة تتلعب في الارض والفرقة بتاخدها سيكون التفوق لنجيريا وساحل العج او كوتيفور المجموعة الثانية مصر موزنبيق غانا والرأس الاخضر التفوق يبقى المصر وغانا ويجعل مصر دايما كل ما تقابل موزنبيق بتبقى فل حلو علينا وبتبقى البطولة دى بتاعتنا مصر خدت البطولة سبع مرات طبعا هم رقم واحد في القرى وما ظنش برضو ان غانا هتعمل حاجة المراضي الجزائر انجولا بوركينا فاسو موريتانيا بس الجزائر الجزائر الجماعة زعلانة جدا جدا زيها زي مصر وهم مراحوش كأس العالم قطر 2021 اللي تلعبت في قطر في 2022 زيها زي مصر لان مصر خرجت مراحتش البطولة بسبب ماتش ضربات جزاء وضربات الجزاء دى يعني نعتبرش واحد فائز والثاني خسران ضربات الجزاء دى ضربات حظ يعني اللي هو خلاص عشان يخلصوا ماتش لكن الجزائر الجزائر كانت كذبانة في الكاميرون يعني كانت كذبانة الكاميرون في الكاميرون رجعت الجزائر ماتش راح منها ازاي فزعلنا جدا كلنا زعلنا على الجزائر الجزائر هتحاول تعمل حاجة طبعا هتبقى في المربع الزهبي هنقول توقعاتنا مين هيكون في المربع الزهبي نفسه منتخب قوي تونس دايما البطل الحاضر دايما في بطولات افريقيا يمكن اكتر فريق افريقي صعد متواصل في التلاتين سنة الاخيرة كان دايما تونس منتخب مصر بعد بطولة 2006 و2008 و2010 على التوادي ثلاثة بطولات بعدها مصر عضناش مش بخدناهاش واطلنا مدرور الأول مصر عضناش لان كان فيه طبعا السورة البطولات كانت واقفة الدوري واقف فمنتخب مصر مر كلا بحالة مرجعش في 2017 على قد المدير الفني هكتور كوبر اللي قدر يرجع مصر ابن فريق مصر من جليد ويقدر انه يصعد بنا كأس العالم في 2018 في روسيا السنغال جامبيا الكاميرون وغنيا السنغال هو حمل اللقب السنغال مظن شونه هيوصل للمواصل اللي وصلها البطولات اللي فاتت بسبب اللعب المواصلهم راحوا على البطولات الخليج وفيه مستوى متدني حتى الحارس بتاعهم اللي هو مندي مش زي قنانة بتاع الكاميرون خالص مستوى في النازل حتى جماهير السعودية بتشتكي منه جامبيا جامبيا جامعة دولة جوا السنغال يعني دولة جاية في وسط السنغال فهمها الاتنين جران يعني بس جامبيا يعني مدينة كلها غريبة كنت شفتها في اليوتيوب يوتيوبر مصر راحة هناك جنوب افريقيا طبعا من الفرق اللي بتحاول ترجع بقالها بمدة بقالها حوالي عشرين سنة مختفية عن الساحة تماما كل الانجاز اللي عملته انها خرجت مصر في مصر في بطولة 2019 مختفية حتى عن كأس العالم نتمنى نشوف ان جلوب افريقيا ترجع تعمل حاجة عشان تبقى البطولة ممتعة المجموعة اللي بعدها المغرب تنزانيا كونو زنبيا المغرب تبقى متصدرة الثاني هيبقى يا اما كونو يا اما زنبيا زنبيا بقى رضو فرقة اللي هي حضور افريقيا من زمان بس ببقى ضيف الشرف يعني وخدوا البطولة قبل كده منتخب الزنبي المغرب المغرب يا جماعة عليها ضغوط بسبب الانجاز اللي عملوه في كأس العالم الانجاز اللي شرفنا كلنا اللي كلنا فرحنا من القلب اللي هو كلنا فرحة واحدة في كأس العالم اللي مكانش متوقع معاننا توقعت ان المغرب هتعمل حاجة وعملتها في فيديو قبل كده والناس كلها دخلت في الكومنتات قالت لي انت بتحلم انت مش عارف ايه انت ماشي اللي بعيد وكان اللي هو كان الفيديو بعنوان هل سيفوز المغرب بكأس العالم طبعا الناس كلها عادت يعني نظام كومنتات بيستهزقوا بالعنوان الفيديو والعنوان الفيديو طرع صح يعني المغرب كانت خلاص وصلت للسيمي فاينال يعني لو كسبت ماتش فرنسا كانت هتبقى في النهائي يعني كان ممكن تاخد الكاس ماتش من ماتش فرنسا سمعنا على قول غريبة مش مهم المهم نشوفه عادت من اسبانيا من البرتغال عادت من كرواتيا عملت انجاز تاريخي فانت لما تعمل إنجاز مش متوقع انت كده لما نجحت والناجح بيبقى تحت يعني تحت المنظار تحت الميكروسكوب انت مطلوب منك تعمل حاجة انت لسه جاي من كأس العالم انت لسه كسبان البرازيل كسبتها 2-1 انت نفسيا اعلى فرقة في افريقيا دلوقتي انت مش مروحتش كأس العالم بس انت روحت وعملت حاجة هناك انت رابع العالم تلعبت على البرونزية يلعبت على الميدالية في كأس العالم فمتخب المغرب اتوقع انه هيكون فى النهائي هو ومتخب مصر توقعين النهائي هيبقى المغرب ومصر افريقيا حتى منتخب الشباب كان النهائي بمصر ومغرب بس منتخب الشباب ما يتقارنش بمتخب ده لكن منتخب مصر مليه النجوم منتخب المغرب مليه النجوم محمد صلاح حتى الان انه هو احسن لاعب في العالم وخد بطولة الدولة الإنجليزية خد بطولة الدولة الإنجليزية أكتر من مرة خد دولة الأبطال الأوروبي يعني لعب في كأس العالم نقصه بطولة أفريقيا المتخب مصر الخد البطولة ثلاث مرات ولا بعض كان كلهم الفريق كله كان محلي من فرق محلية المتخب كله كانش عندنا ولا في ليفربول ولا في ألمانيا ولا في فرنسا زي ديباط وخدنا البطولة ثلاث مرات يعني كان حرام جيل أبو تريكا ده ما يلعبش كأس عالم حقيقة يعني من الجيل اللي تظلم ومع أنه خد بطولة أفريقيا ثلاث مرات محمد صلاحة عايز يعمل الإنجاز ده أنت لازم بطولة مع بلدك ميسي كان طول عمر الأرجنتينيين شايفين أنه أقل من مارادونا اللي عامله في أوروبا ده كله أنت أقل من مارادونا لأن مارادونا خد كأس عالم لما خد كأس عالم ميسي خلاص نفسيته ارتاحت يعني أبقى زي وزي مارادونا فمحمد صلاح عايز ياخد بطولة عايز ياخد بطولة لمصر أتوقع أنه ممكن يعني يعني يقطع نفسه في الملعب أتوقع أكثر من مارات اللي فاتت لأنه خلاص البطولة اللي بعدها هيكون كبر شو هي محمد صلاح معني روس صغير بس برضو ممكن يكون على مستوى ممكن يكون لأ فإذا المغرب مصر الجزائر الجزائر زي ما قلنا زعلانة جدا إن هي ما راحتش كأس العالم فهتنطقم الفرقة اللي بتبقى طالعة ونفستها كويسة هتلاقي الفرقة التانية بتحول تحطامها هشوفوا الجزائر كتوضع 2019 كاس أفريقيا خدوا البطولة العرب اللي تلعبت في قطر 2021 بالمنتخب التاني كتدخلى كاس أفريقيا ماشية في الكاميرون لحد ما الكاميرون كذبت جزائر لو كذبت الكاميرون كنت مصر هتقابل الجزائر وانا مكنتش هتمنى مصر تقابل الجزائر في البطولة دي فالمركز الثالث هيبق معنا في اللي اللي رب عايزها بي هو الجزائر بعدها فرقة أفريقية ما ظنش تونس ما ظنش بروتانيا الفرقة العربية الموجودة لكن أتوقع ممكن تكون الكوتيفور الكوتيفور الكاميرو مش في أحسن حالتها معانا الكاميرو هتحاول نيتعوض عدم انها ما خلتش البطولة على أرضها خلتها السنغال وكان النهائي بين السنغال ومصر الكاميرون خلتها 2017 من مصر كان في النهائي لكن اللي هدد دينا شوية في الكاميرون ان هما راحوا كأس العالم وعملوا مطشات حلوة هناك غلبوا البرازيل ده اللي بخال الناس هادية من نحيتهم شوية اللي هو انت ممكن عادي ما تاخدش كأس عفشق يا مرون وأخيرا اتمنى ان انا شوف مصر والمغرب في النهائي هبقى مبسوط جدا لو مصر والمغرب متقابلوش في المجموعات الأولى هيكون ده المربع الزهبي وتمنى تكون مصر والمغرب في النهائي وانا هكون فرحان بصراحة للاتنين يعني لو ده كسب او ده كسب انا ساعتها هكون سعيد لكن لو حد تاني غير مصر والمغرب خلق البطولة دي انا هكون زعلان اشوفكم على خير ان شاء الله وحبابي ومصر وفل عليكم